مع اتساع هوة التباعد السياسي وتراشق الاتهامات بين رئيس الجمهورية العماد مشالعون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري واستحالة الاتفاق بينهما على انضاج تشكيلة حكومية عادت فرنسا لتطل من جديد ولتشغل محركاتها على الساحة اللبنانية الداخلية من بوابة مبادرتها الانقضية مؤكدة حرصها على اعادة تفعيلها ووضعها موضع التنفيذ العملي من خلال زيارة رئاسية للبنان يجريها امانويل ماكرون الذي كشف عنها من دون ان يحدد توقيتها زيارتان ماكرون السابقتان لبيروت لم تنجحا في احداث اي كوة في الجدار الحكومي المعطل منذ خمسة اشهر وهو سبق ان اضطر الى ارجاء زيارته في كانون الاول الفائت بعد اصابته بفيروس كورونا اما اليوم فقد تغيرت ظروف الدولية وتبدلت بعد تولي جو بايدن سدة الرئاسة الامريكية من الواضح ان الرئيس الفرنسي حسم خياره بزيارة لبنان لكن هذه المرة على ما يبدو هو يتعلم والتعز من المرات السابقة وهو يريد ان يحقق لزيارته الجديدة النتائج يلي ما ادل حققه بزيارتين السابقتين تحديدا في الموضوع الحكومي واضح انه هو بلش هذا التحضير مع ادارة الرئيس جو بايدن يلي ناوي تعطيه او تساعده في دور للفرنسيين في لبنان طبعا وعلى صعيد الشر الاوسط بس عم نحكي خوصا بالنسبة للبنان لكن هذا التحضير هناك مع الامريكيين يبدو بعد مجهز بشكل كامل بدليل انه الامريكيين ما حكيوا ما ذكروا اسم لبنان بالاتصال يلي صار المطول اللي صار بين الرئيسين الامريكي والفرنسي وحتى الرئيس الفرنسي التحضير لالو للزيارة للبنان في موضوع انجاز استحقاق الحكومة ايضا كمان بعد مجهز بشكل كافل لذلك هو لم يعلن عن موعد بس لكن المعلومات الواردة انه هذه الزيارة اللي حسمت من حيث المبدأ وليس من حيث التوقيت قد لا تكون بعيدة جدا يعني مسألة اسابيع معدودة وهو بدليل انه يحكي عننا يعني ما قادر يتراجع عننا جديد المبادرة الفرنسية بدفع اقوى وبنتيجة اكبر الى علاقة بالموضوع الحكومي خصوصا ان الوضع في لبنان ما بقى يحمل ابدا في الزيارتين السابقتين حض ماكرون القادة في لبنان على تأليف حكومة مصغرة من الاختصاصيين مع التزام المداورة في الحقائب والعمل لتأمين اصلاحات جذرية ومكافحة الفساد وهو اليوم يؤكد هذه النقاط لكنه يبدو اقل تمسكا بها لسيما من خلال قوله انه سيفعل كل ما في استطاعته في تأليف حكومة حتى ولو كانت غير مكتملة المواصفات هذا يعني انه هو مستعد للتفاوض وهو مستعد لعدم التمسك بكامل شروط المبادرة التي كان اعلن المبادرة الفرنسية وهو ما يعني انه موضوع تسوي اخذوا العطاء بهذا المجال ويريد ولكن لا اعتقد انه عم يصد الجوهر ربما عم يصد بشكل الحكومي ربما في هذا الاطار بس ما بأعتقد انه الجوهر في هذا الموضوع فهل يلاقي القادة اللبنانيون ماكرون في منتصف الطريق لتكون زيارته الثالثة للبنان ثابتة؟ حتى الساعة لا شيء يوحي بأن الحل الحكومي قريب دارين دعبوس قناة الجديد